اهلا بكم انهت ورشة اتفاق سلام الجوبة واستكمال السلام اعمالها يوم الجمعة الماضية وسط ضبابية في المشهد السياسي في ظل غياب حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركم الناوي في ظل دعوات لجان المقاومة للخروج الى مليونيات طوال شهر فبراير الحالي وسط امنيات بان تصل العملية السياسية الى نهايتها في ظل دعوات الامنيات من الجميع بان تفضي الى انتقال ديمقراطي سلس يؤسس لانتخابات حرة ونزيحة اهلا بكم في اجندة الساعة اليوم نطرح فيها عدد من الاسئلة على ضيوفنا داخل الاستوديو لنناقش ما جاء في ورشة اتفاقية السلام التي تجيء كواحدة من القضايا الخمسة المطروحة في المرحلة النهائية للعملية السياسية ارحب بضيوفي داخل الاستوديو مرحب بك الاستاذ عبدالجليل الباشر اهلا مرحب بكم يمتدت الحاب بعضو لجان المقاومة منتصر الشرميطي مرحب مرحب بكم يا استاذ استاذ عبدالجليل الباشر رئيس لجنة السلام بالحرية والتغيير لعله يوم الجمعة الماضية انتهت ورشة اتفاق جوبا للسلام واستكمال السلام التي خرجت بعدد من النتائج والتوصيات دعنا نبدأ بهذه النقطة ونوضح ما جاء من النتائج وتوصيات في ظل قضايا خمسة مطروحة ابتدرها المناقشون بورشة لجنة التفجيب طيب بسم الله والحمد لله وصلاة الصلاة والرسول الله في البداية شكرا لا توفيه الكلمات لإقامات الشروق والاستضافة والتحية عبرها لكل المشاهدين والتحية لقوة الثورة وتحية خاصة للشهداء الذين رووا شجرة الحرية بدمائهم الطاهرة والتي نتفيأ بظلالها هذه اللحظات في الحقيقة ورشة السلام جاد كنتاج للتطورات السياسية في البلاد مؤخرا خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي نقش في ورشة المحامين من ثم تطور تم التوقيع على الإعلان السياسي ومن ثم تم التوقيع على الاتفاق الأيطاري باعتبار أن المرحلة السياسية تقسمت لمرحلتين اتفاق الأيطاري والاتفاق النهاية يأتي بعد القضايا الخمسة لتعشر طائرية وبالتالي باعتبار أن السلام قضية محورية وابتهم كل أهل السودان حقيقة وخاصة الولايات المكتوية بنيران الحروب ولذلك جاءت الورشة على أساس أنه تغف على اتفاقية جبا تقييما من حيث التنفيذ والمعوقات حتى يكون التنفيذ كاملا وسلسا ومن ثم يعني توضح النقاط حول كيفية استكمال السلام ولذلك هذه الورشة حقيقة خرجت بتوصيات مهمة جدا سواء كان في مجال الآليات والسياسات والتشريعات الآليات والأولويات معوقات اتفاق جبا كيفية استكمال السلام في مجال النازحين واللاجئين والمهجرين في مجال الرحل والرعاة والمزارعين في قضايا المرأة لقد شملت التوصيات بعد تمانية مجموعة من خلال تمانية مجموعة عمل خرجت توصيات كبيرة في كل هذه المجالات اعتقد انها يعني ستوفي بالقرط في اطار كيفية انزال اتفاقية جبا في ارض الواقع هل هذه النتائج قابلة للطبيق العملي ومن منتظر من هذه التوصيات والنتائج انا اعتقد انه هي الهدف من الورشة نفسه اللي هي الخروج برؤية برؤية حول كيفية تنفيذ اتفاق جبا في اطار الحكومة القادمة لان الورشة اصلا مقامة اقامة القوة الموقعة على الاتفاق الايطالي والجبهة السورية باعتبار انه الان الاتفاقية الحكومة اللي وقعتها الاتفاقية ما موجودة الان وجاي حكومة جديدة هذه الحكومة الجديدة لا بد انه يكون عندها رؤية وخارطة الطريق لتنفيذ هذه الاتفاقية ولذلك الحكومة اصلا بتجي نتاج يعني بتجي اتفاق بين القوة الموقعة على الايطالي وبالتالي لا بد انه الورشة وضعت لها خارطة الطريق في كيفية إنزال هذه الاتفاقية في أرض الواقع التي تعسرت كثيرا في التنفيذ لتحديات كثيرة تحدثوا عن الناس في ورقة كاملة منتصر كيف تنظرون لاتفاقية السلام ورشة اتفاقية السلام التي انعقدت في قاعة صداقة مؤخرا طيب السلام عليكم أستاذ نزار عبرك وعبر شاشة وقناة الشروق الفضائية وبرناوجين لتساعة في البداية نبت رحم على شهداء سورة جسمبر المجيدة وأتمنى شفاء العاجل لكل المصابين والجرحة والعودة الآمنة لكل المفقودين والمفقودات وآخر شهيد الشهيد مهند اتبفى أو انتغل إلى رحمة مولاه يوم الجمعة متأسر بإصابة المباشرة من قوات الإنقلاب في مليونية 17 نوفمبر بشار عرضهم درمان لجان المقاومة لجان المقاومة حقيقة يعني نحن عندنا رأي واضح فيما يدور الساحة السياسية وعن نحن المجموعات أول الحرية والتغيير أول ناس الموقعة على العملية السياسية في مرحلتين ونحن تلاقينا معهم كتنسيقيات لجان المقاومة على مستولات الخرطوم كذلك يتلاقينا مع اليوني تامس والرباعية والسلاسية في إنه نلحق نحن كاللجان مقاومة بما يدور في الساحة السياسية من العملية السياسية لإنهاء الانقلاب لكن كان عندنا رأي واضح إنه نحن كتنسيقيات لجان المقاومة ما كملنا بناءنا التنظيمي كاللجان مقاومة الحرية والتغيير مستقبل معلش مقاطعة لماذا كملتوا بناءكم التنظيمي كاللجان مقاومة نحن ما كملنا عشان كده ما قدرنا نلحق العملية السياسية نكون منها بصورة واضحة طلعنا بيان واضح والكلام ده حتى قلناه في اجتماعات مشتركة مع الحرية والتغيير في إنه نحن إنه كحرية وتغيير وتنظيمات سياسية وتجمع مهنيين ومجتمع مدني أمشوا في شغلكم السياسي ونحن ما شنفه فعلا السوري إلى أن نكمل هياكلنا على مستوى السودان كاللجان مقاومة لأن اللجان في فترة من الفترات حصل لها استقطاب حد المهم الحاجات هي كل واضحة بالنسبة للشعب السوداني في الشارع إنه من المحرك نحن الخلاف فيما يدور في الساحة السياسية إنهنا كاللجان مقاومة ندعي لإسقاط الإنقلاب أو إنهاء الإنقلاب وفي فترتنا نحن نغاوم في إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والآن عندنا أكثر من مئة كم وثلاثين شهيد أو مئة ثمان وعشرين شهيد وكمية من أكثر من أربع ألف مصاب وجريح ومفقودين ومفقودات المشهد السياسي أو إنقلاب بالنسبة لنا كاللجان مقاومة ومعرف أنه إنقلاب معقد الإنقلاب ده مشاركين فوقه الآن هما نحن نتكلم عن شركاء السلام أو ما يسمونه بشركاء السلام اللي هي حركات الكفحة المشرفة يعني يا منتصر نقعد على كينالي أنت قلت إنه أنتو غيبتوا عن العملية السياسية لأنه أنتو ما أكملتوا هياك لكم في نفس الوقت أنتو مصرين على فعلكم الثوري ومستمرين في الشارع نحن دارين نفهم بالضبط ما هو موقف لجان المقاومة أنا معاش لك أستاذ نزار نحن عشان دار نخط النقاط في الحروف بصورة واضح لأنه في كمية كبيرة جدا حتى على مستوى صاية الإعلام يفتكروا أنه لجان المقاومة هي أجسامة غير واعية بما يدور في المشهد السياسي السوداني والتقاطعات السياسية السودانية لأنه نحن حقيقة خير التنظيمات فغية وما مهيكلة رأسيا وما بنمتلك المشاريع اللي بتمتلك التنظيمات السياسية الأكبر مننا والأقدم مننا على مستوى التاريخ السياسي السوداني نحن عندنا منتوج فكري وجايبين من القواعد اللي هو ميساق تأسيس سلطة الشعب الميساق حقنا لنتكلم عنه في موضوع نحن نجي لاحقا لمسألة ميساق سلطة الشعب لكن خليني أنتقل الأستاذ عبدالجليل الثاني أستاذ عبدالجليل لعله الورشة انعقدت في ظل ظروف معقدة جدا وسط غياب أهم حركتين من الحركات الموقعة حركة جبريل ومناوي وبالتالي دخلت امتحان الشمول كيف تنظرون إلى هذه الورشة التي وقيمت في ظل غياب جزئية مهمة جدا من الجزئيات الموقعة حركتي العدل والمساوى جيش تحرير السودان طيب هي القضية أصلا أن نحن مستهدفين السلام كأولوية باعتبارنا السلام بكل الشعب السوداني وبالتالي اتفاقية جوبة لسلام السودان بنفتكرة إنجاز كبير جدا أنجازة الحكومة الانتقالية المنقلب عليها يعني على الأقل أوقفت الحرب وحققت السلام الاتفاقية تتعرضت لمشاكل كثيرة من حيث التنفيذ وتحديات ويمكن عندها آثار سالبة حتى في الجزء المنفس في أرض الواقع ولذلك جاءت من ضمن القضايا الخمسة على عساس أنه الكل الشركاء أي ناغ الناس الموقعين الاتفاق الإيطاري ناقش القضايا عشان يصروا رؤية مشتركة تفضي إلى التوقع النهاي فيما يختص أنا أعتقد أنه حركة العدل المساوى تحليل السودان يعني هم المفترض يجاوبوا على السؤال لماذا هم لما يشاركوا في القصري لأنه نحن بنفتبرهم يعني هم أصلا في الوسيقى الدسترية الأولى يعني أصلا مكونات الثلاثة المكونات العسكري الحرية والتغييب وأطراف السلام هم أصلا جزء ولكن عزلهم الموقف يعني الموقف السياسي هو الخلاهم ما يأجوا يحضروا لأنهم أننا كنا هو السورة كلها كانت مع التحول المدني الديمقراطي وبالتالي وقفت ضد الإنقلاب حقيقة هم دعموا الاتجاه الشمولي الخلافة التالية الأساسي في الرؤية السياسية نحن وقعنا الاتفاق الإطاري باعتبار أنه الاتفاق الإطاري يعني جوهروا يحق التحول المدني كامل للسلطة بينما هم يقدموا رؤية يعني مبنية على الوسيقى الدستورية الممزغة التي هي فيها الشراكة بين العسكر والمدنيين ولذلك ده يعني بون شاسع جدا في المواقف لكن نحن من جانبنا بنفتكر أنه وجودهم مهم جدا ونحن سعيد لهم لأنه الاهتمامنا بالسلام احتمت اتصالات كثيرة بهم على الأساس أنه هم جزء من أطراف السلام وبالتالي جزء من العملية السياسية وأنا ما شايف عندهم خيار لأنهم عندهم اتفاق موقع غير أنه يعني إصروا الاتفاق مع كامل السودانيين بشرط أنه يمشوا في اتجاه التحول المدني الديمقراطي لأنه يفتكر أن السلام ذاته ما بتنفس ولأن الاتفاقية هتتنفس إلا في زل التحول المدني حقيقي طيب يعني السؤال هنا أستاذ عبدالجليل في ظل غياب حركتين من أصل أربع حركات وحركتين لم توقع أصلا على اتفاق جبالي السلام حركة مناوي والحلو كيف يمكن أن تنظر إلى ورشة السلام التي أنهت أعمالها وكان من المفترض أن تقوم هذه الورشة وتجمع كل الحركات التي تنادي بالسلام وعندها قضايا مطروحة ويعتبر شركان ضال في المرحلة الفائتة نعم حتى لما انتوقعت اتفاقية جبالي السلام السودان في حركتين لم توقع وبالتالي لم تقف حركة المجتمع ولم تقف حركة السلام نحن أعتبر أنه إنجاز باعتبار أنه حقق جزء كبير جدا الآن وحدة من أهداف الورشة كيفية استكمال السلام وطلعت بتوصيات أعتقد أنها ستقدم هذا القرد بشكل كبير جدا خاصة أنه حركة الحلو عبدالواحد أعلن مواقف إيجابية التواصل ما زال قائم مع حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان باعتبار أنه يعني يوقع اعتبار أنه تحقب الاتفاق الإطاري لأنه الاتفاق الإطاري يعني معتبر جزء من أطراف العملية السياسية لكن هو داعم التحول المدني الديمقراطي لكن أي توجه لدعم شمولي أو لمشاركة أنا أفتكر أنه حتى العسكر ذاته تحوله من الزاوية صفر للزاوية 360 وأعلنوا بوضوح أنه نحن دارين نسحب من السياسة على أساس أن نصلم السلطة للمدنيين وبالتالي هذا المنهج الناس الوحد الرؤى ونحن في الإطار ما يدي لهم يدينا بيضاء مش لأنه مواقف كويسة لكن اهتماما بغدية السلام طيب لو كلمتنا برضو عن الأوراق التي تناولتها ورشة اتفاق جوبا للسلام واستكمال السلام حقيقة تقدمت حوالي سبعة أوراق يعني الورجة الأولى اهتمت بأن تملك الناس بالاتفاقية باعتبار أن الناس قالوا حتى في ناس كثار جدا ما يعرف الاتفاقية وبالتالي قدمت الدكتور هادي إدريس على أساس نتروير بالاتفاقية نفسها الورجة التانية تكلمت عن الاتفاقيات السابقة لأن الاتفاقيات السابقة فيها دروس عبر كثيرة جدا كلها فشلت لأن الاتفاقات السنائية تركز على المحاصصة مبتخات بجزور الأزمة أيضا في ورقة تكلمت عن مستويات الحكم مهمة جدا في ورقة أمكن قدمت أنا عن دور الإدارة الأهلية في تعزيز السلام الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية في ورقة برضو اتقدمت عن أوضاع الوضع الإنساني للاجئين والنازحين حقيقة يمكن الأوراك التي قدمت خاصة والورشة محضورة بحوالي 450 من كافة من الولايات والمتأثرة بالحرب وعلى مستوى العاصمة الأوراك كانت قطط قضايا كثيرة جدا ويمكن جن نغاش في أثناء الجلسات في مجموعة العمل يعني كمل كل القضايا التي كانت مطلوبة لاستكمال السلام وأنا ما أعتقد أنه في قضية يعني شاردة أو واردة تريكا يعني حتى الحركات الآن الحركتين جبريل ومن ناوي لو جات وطلعت على هذه التوصيات حقيقة كل المخاوف الكام أنه الناس دارين يغيروا الاتفاقية ودارين يعدلوها وكده بالقويم دي كان أوهام ساكت لكن الآن التوصيات التي خرجت بها الورشة هي من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية في أرض الواقع حتى أنه تنعكس سلاما وبردا على الناس المقيمين جميل أستاذ منتصر بالأمس على التجارة مقاومة الخرطوم عن مثاق سلطة الشعب لماذا لا تقبلون بالاتفاق الإطاري وتبعاته كورشة السلام وأنتم تنادون بمثاق الشعب طيب نحن مبدأ مقاومة ما ضد العملية السياسية نحن ضد الاتفاق السناي وده كلام واضح وطلعناه حاليا الميساق نحن تناولنا في الميساق قضايا العدالة وقضايا السلام لما جئنا في السلام قلنا عشان يحصل سلام شامل عادي المستدام يكون فوق الأولوية لأصحاب المصلحة ويكون في سلام اجتماعي في البلد بعد القبن الذي حصل تاريخيا من قبل السلطات الإنقلابية والتهميش الحاصل فيه ضروري يكون في مؤتمر للسلام هذا المؤتمر يقوم بمشاركة المجتمعات المحلية والريفية والبدعان والمجتمعات الأساس فيها هم الناس اللي عانت من الحروب طيلة 30 عام في المنطقتين وفي دارفور وفي شرق السودان وفي دارفور من سياسة النظام المباد في قيام السدود وفي انتهاء مشاريعهم الآن ما يدور هو ورشة للسلام قاموا بها المجموعات الموقعة على الاتفاق الإطاري نحن كالجام مقاومة إلى الآن التوصيات بتاعة الورشة بشكلها طلع بيان بتاعة مقرجات قتامية لكن ما شايفين فوق التوصيات واضحة حتى نقدر نبني عليها مازال ابقى السلام اتفاق جوبا للسلام نحن كالجام مقاومة من الأساس عندنا فوق راي الورشة اللي قامت هل من توصيات إلقاء اتفاق جوبا للسلام أو تعديل اتفاق جوبا للسلام نحن كالجام مقاومة ما تكلمنا في ملساقنا عن إلقاء اتفاق جوبا للسلام لكن تكلمنا عن تطوير اتفاق جوبا للسلام معلش ما ملاحظاتكم في اتفاق جوبا للسلام عشان عشان نخليك بعد ذلك تكمل باقي مفهومك وحنحول السؤال ملاحظاتنا واضحة في انه اس المشاكل هل السلام وقف الحروب وقف الحرب موقف السلام الحاصل ده الان هو السلام بتاعت تكسيم سلطة المسارات اللي جاد من اتفاق جوبا للسلام اصبحت الان هي مشاكل حقيقية يعاني منها الشعب السوداني على مستوى غاليم مثال الشرك مسار الوسط مسار الشمال النتائج بتاعت تفاق جوبا الان نتائج عكسية الانيا الكل المكونات الاجتماعية سوى كان في الوسط او في الشرك او في الشمال في ناس الان بطالبوا بمسارهم بقولوا ده حقنا في ناس ضد المسار ما يدور في الشرك حاجة واضح الاصحاب المصلحة الحقيقية من موضوع السلام ده هو الشعب السوداني صورة تامة لكن نحن الان الناس اللي متمترسين وقاعدين في السلطة الانقلابية وقالوا نحن ما قمنا بالانقلاب هم قاموا بالانقلاب حركة جيش تحر السودان مني حركة العدوة المساواة دكتور جبير ابراهيم حتى المجلس الانتغال ناس الطاهر حجر والهادي دريس وحركة الشعبية الشمال عقار هم بعد 25 اكتوبر قاعدين في السلطة هم قاعدين ما بالوسيقى الدستورية التامة للانقلاب عليها بتاعت الشراك هم قاعدين باتفاق جيبا للسلام نحن كالجام مغاومنا رأينا واضح طيب هذا فيما يلي رأيكم في اتفاقية السلام يا منتصر هذه ملاحظاتكم فيما يلي مسألة اتفاق جيبا للسلام هل انتم مقاطعين للعملية السياسية وبالتالي قاطعت ورشة اتفاق السلام نحن بالمعنى الواضح لا مقاطعين لا مؤيدين نحن بنعمل على تزبيت اركان التحول المدني الديمقراطي بشكل صحيح من خلال من خلال اول حاجة بنتكلم عنا انه في انقلاب يجيب انه يزقط او ينهى بنجي النقطة التانية بنتكلم عن الحق السلطة مدنية كاملة ما حكم مدني لانه حكم مدني من غير سلطة الآن العملية السياسية بتمش بالعساكر للسكنات واحتمال تكون تجربة جديدة لانه كل التجارب ما بعد السورات السودانية كان فيها فترات انتغالية قليلة وبرأسة عساكر لكن الان هتكون في فترة انتغالية جديدة والعسكر في السكنات العساكر دين نحن ما جربنهم بعد سورة ديسمبر عارفين انه هم مولي لولاية المالية العساكر سيسلمونه سلطة كاملة ولا سيسلمونه حكم مدني من دون صلاحياته من دون سلطة دي حاجات اساسية وهي دي الازمة ودي الجزور اذا نحن حليناها الشعب السوداني سينعم بحرية و بسلام و باستغرار و بكرامة و بديموقراطي سيكون في تحول دموقراطي يسوقنا لانتخابات حرة و نزيهة يغرر فيها الشعب السوداني منه يحكمه جميل أستاذ عبدالجليل لماذا لم تكن هناك توصيات واضحة لهذه اللجنة و كيف يمكن أن نوضح لكل التوصيات التي خرجت بها ورشة السلامة التي قمت بكعة الصداقة و لكن عقب هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أجندة الساعة تتواصل برفقتكم من قناة الشروق الفضائية و نناقش فيها مخرجات ورشة اتفاق سلام جوبا و استكمال السلام التي أنهت عمالها يوم الجمعة الماضية رفقة ضيوفي داخل السوديو عضو لجان المقاومة منتصر الشرميطي و رئيس لجنة السلام بالحرية و تغيير مجلس المركزي أستاذ عبدالجليل باشا كنا قد توقفنا قبل الفاصل بتساؤل عن لماذا لم تكن هناك رصد و بيان واضح لتوصيات و مخرجات ورشة السلام التي اختتمت يوم الجمعة الماضية طيب اعتقد ان الورشة كان فيها تمانية مجموعة عمل في القضايا المختلفة بالاضافة للتوصيات الوردت في الجسات و خورجت بحوالي اكتر من 150 توصية في كافة المحاور انا عوض في لجنة السياقة بالامس كل التوصيات دي تمت سياقتها بشكل جيد والان هي في مرحلة الطباعة و ستملك للراية العام يعني اعتقد ان البيانة الختامي اشار لجزء من هذه التوصيات ولذلك هي سمرت هذه الورشة او هذا المؤتمر سمرته هي التوصيات التي خرجت وهي موجودة لم تنشر بعد لكن يعني في مرحلة الطباعة ربما ترشل قضا او بعد قضا يعني استاذ عبدالجليل ايضا قابت بل يعني قامت ورشة السلام متزامنة مع ورشة تمت الدعوة اليها بالقاهرة وبالتالي غاب الزخم عن ورشة الخرطوم هل تتفق مع هذا العمر لا اتفق مع هذا العمر لان اعتقد ان ورشة الخرطوم لم تقوم من فراق هي جاد نتاج لتطور العملية السياسية البدد بدستور المحامين من ثم الاعلان السياسي من ثم جاء الاتفاق الايطاري الموقع على قوة كبيرة جدا بما فيها المكون العسكري ولذلك الاتفاق الايطاري اصلا اصلا هدف التحول المدني الديمقراطي والاشكال بتاع حركتي العدل المساواة لانهم ضمن مجموعة ضمن منظومة بتختلف في مشروع السياسي عن مشروع الاتفاق الايطاري وانا اقول لك بكل وضوحه صراحة اصلا الانقلاب 25 اكتوبر لما انقام هدفه اصلا هدفه استيعاب قوة جديدة معظم من فلول النظام المبات ومشاركي عشان اشرع وضعه لكن قوة السورة قاومت هذه المسألة وحاولوها في السلام الروتانا رفضوها رفضت وبالتالي تحت كل هذه الدغوط تم التوقيع على الاعلان الايطاري الان ما يدور في القاهرة القاهرة هو عرض لنفس الافكار القديمة في سياب جديدة هذه القوة الان في القاهرة هي ذات القوة بتحاول تناقش اعلان دستوري جديد اعلان سياسي جديد تشكيل حكومة بالرغم من ان القاهرة ايدت الاتفاق الايطاري نحن كنا بنتوقع من القاهرة ان تدعم الارادة السودانية وتدعم الاتفاق الايطاري كون يقوم عمل موازي بهذا الشكل حقيقة انا افتكر ان القاهرة اخطأت في تقديراتها لهذا الموقف كان ينبدأ سعد جليل لا تعتقد بان ما تقوله الان وما يطرحه الاطراف الموجودين الان بالقاهرة يوسعا هو لفكرة الاقتراب اكثر من الاقران السياسية بين بعضهم البعض والاقتراب نحو توقيع الاتفاق الايطاري لكافة القوى السياسية الرافدة للتوقيع واكمال المرحلة النهائية من العملية السياسية انا عايز اقول لك بكل وضوح نحن منفتحين جدا وبنفتكري ان السودان ده ملك لكل السودانيين لكن دعونا نتفك في المبادئ ونتفك في الاهداف الان الثورة السودانية والشعب السوداني هدف تحقيق تحول مدني ديمقراطي كامل الان نحن معانا الشعب موقع والاتحاد الاصل محمد الحسن موقع لماذا وقعوا لانهم اعلنوا موقف سياسي واضح داعم للتحول المدني الديمقراطي شاركوا في ورشة الدستور شاركوا وقعوا على الاعلان السياسي وقعوا على الاتفاق الايطاري وبالتالي القضية قد رح الان اي زول بعلم موقف واضح جدا انه هو مع تحول المدني الديمقراطي نحن على سعر حبل يعني ممكن نلتحق في اي وقت من الوقات طالما اتفقنا في الهدف لكن اذا ما اتفقنا في الهدف بيبقى هو الاشكال طيب يعني كان من المأمول ان تقوم ورشة السلام بجراء جراحات عميقة في صنب اتفاقية جبال السلام ولكنها سعت بان تنفذ الاتفاقية على ارض الواقع ما اسباب التراجع نحن اصلا من البداية صحيح في الناس عندهم ملاحظات على اتفاق جوبا من حيث التحديات ملاحظات حول المسارات ملاحظات حول التنفيس باعتبار ان الحروب الان اكتر الحروب الدايرة الان هي دائرة في مناطق الاتفاقية نفسها سواء قام في دارفور جنوب كردفان النيل الازرك وهكذا غرب كردفان وكذا ولذلك كان لابد من انه التغييم الهدف منه التنفيس يعني احنا لا نريد ان نلغي الاتفاق لانه الاتفاق انجاز كبير جدا وهو انجاز حكومة السورة ولذلك ان احنا نريد ان نزيل هذه السلبيات والمعويقات بحيث انه تنعكس انعكس تنفيس اتفاقية السلام سلاما وبردا وحقق سلام حقيقي في ارض الواقع ولذلك من ضمن القطاعات التي شاركت في الورسة الادارة الاهلية لان احنا نفتكر انه السلام السياسي في الاتفاقيات ما بحقك اهدافه ما لم يكن في سلام اجتماعي بين المكونات في ارض الواقع وعشان كده ركسنا على حضور القطاعات الحية من كل الولايات المعنية التي نصت عليها اتفاقية السلام لكنكم لن تقوم باجراء اي تعديلات على نص الاتفاقية لا ليست هناك تعديلات على النصوص الاتفاقية ولكن هناك مراجعات لبعض القضايا بحيث انه لانه في قضايا يعني عطرة التنفيس بذات قضية الترتبات الامنية ولذلك كل القضايا دي عندها مراجعات على اساس انه نسهل تنفيس الاتفاقية لانه حقيقة انه احنا محتاجين لسلام في هذه المناطق ومحتاجين الاتفاقية تنفس ومحتاجين طلع التوصيات كثيرة في كيف انه نكمل السلام مع الحركات الغير موقعة ولذلك ليس هناك الغاء الغاء يعني الرجوع للحرق ولكننا نريد ان نغوم بحيث انه نسهل عملية التنفيس ونزيل كل السلبيات والقصور الذي صاحب الاتفاقية يعني لا يمكن مراجعة الاتفاقية بدون حضور جزء من الحركات التي وقعت على هذه الاتفاقية وهنا نعني حركتي عبدالواحد وجبريل عفوا من ناوي وجبريل انا اعتقد انه هناك سبعة من حركات الان حضور في هذه الورشة وما تم لا يتناقض ابدا اذا كان المصلحة هي تنفيز الاتفاقية كل التوصيات التي خرجت هي تدعم تنفيز الاتفاقية وانا اعتقد الان لو اطلعوا اللي اطلعوا على التوصيات ما هيقدروا يضيفوا حرف واحد او يقولوا التوصية دي هي ضد الاتفاقية او ضد السلحة منتصل الى متى الخروج الى الشارع في ظل وقت قبل فيه العسكر الجلوس الى الحوار وبالطبع كانوا هم شركاء في الاتفاق الاطاري الى ان يسهوا الى السكانات ان احنا عندنا فبراير مليونيات بكرة فيه مليونية مركزية لكن نحن كاللجان مقاومة يا أستاذ ندار داير اقول حاجة محددة ان الرايا العام والشارع وفناز يفتكرو انه بما فيه الانقلابيين ذاته انه لجان المقاومة ضد التنظيمات السياسية ضد القوى السياسية الكلام هذا ليس صحيح لجان المقاومة دي هي ولدت من رحمة السورة السورة دي فعل تراكمي من تزعة وتمانين ومن قبل تزعة وتمانين في انقلها باد عسكرية كانت حكم البلد القوى السياسية قاومتها وصقطتها ومشد بها نحن كاللجان مقاومة عندنا غناعات بحيات محددة يعني ما يدور الان في مصر من ورشة هو الموقف دا ما موقف الناس الفاتوا تشارك في الورشة هو الموقف دا موقف مصر الأمني لتعطيل التحول المدنة الديمقراطية في السودان والمصريين هيعطلوا نحن اكتشفنا نحن ترسنا شارع الشمال دا شهر واحد عرفنا مصر ضيقة درسنوقة التنهاب خيرات الشعب السوداني فالمصريين لما يلقلهم ناس زي أردول مبارك الفاضل نازع اسكوري وجحفر الصادق المرقني نحن كل مقاومة كلامنا برنا مقاعدين ندسو وزي جبريل وزي مني ونحن مش أنا دار أقول بمعنى واضح أنه هم مشترين وموكدة لكن عادي ممكن في يوم من الأيام يبقوا عملها الدولة المصرية تدارب المخابرات والمخابرات المصرية داخلة في السودان نحن كالجام مقاومة الحاجة دي عارفنا والقوة السياسية افتكروا أنها عارفها العملية السياسية الماشية لينهاء الانقلاب وزهاب العسكر للسكنات المصريين قدموا مبادرتهم دي بعد ما الناس ذيل وقعوا الاتفاق اللي طارنات عبد الجليل وما الناس وقعوا تاني هم جايبين مبادرة ليه ده وضح لنا نحن برضو أداني شعر في اللجاء المقاومة إنه ما يدور في العملية السياسية هو ماشي لإنه يعمل تحول مدينة الديمقراطية حقيقي طيب يا منتصر لبين قلت لي إنه اللجاء المقاومة تعرضت الاستغطابات عديدة كيف يمكن أن تؤثر هذه الاستغطابات في عمل اللجاء المقاومة وبالتالي في تكوينه كوحدة واحدة ويلحاق بالعملية السياسية خصوصا أن اللجاء المقاومة صار لديها تفرعات عديدة كيفية السبيل إلى جمعها في وحدة واحدة اللي استغطابات دي حاصلة لكن اللجاء المقاومة دي الفعل حقها وهدفها اللي هي من أجل قدمت شهده وقدمت ضحايا وقعدة في الشارع وبيتقاوم وين 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 مقاومة وقعدة على مستوى التنسيقية وكذا لكن لما نتخذ موقف سياسي مقاير للموقف أننا متفقين عليه كلنا كقواعد على مستوى لجنة حينا وعلى مستوى التنسيقية يبقى أننا سأخرج من التنسيقية لأننا نتكلم عن استقلالية لجان المقاومة في الموقف نحن كالجان مقاومة ما يمكن أن نبقى سياسيين منتصر في نقطة لا بد من أن نوضيحها هذه الاستقطابات كيف أثرت على عمل لجان المقاومة وكيف عرفت أنه في استقطابات وبالتالي أصلا الآن في تفرعات الآن أنت بتحدث عن لجان المقاومة عندها أكتر من فرع في أطراف الآن لجان المقاومة كانت رافضة للعملية للاتفاق الإطاري ودعت إلى مليونيات واضحة وكانت تعتقد أن هذا سمته بالتسوية السياسية الآن أنت تقول أنتم لستم ضد الاتفاق الإطاري ولستم معه الآن أنتم في موقف رمادي دارين نجيف على مسألة الاستقطابات التي تمث لجان المقاومة وبالتالي موقف لجان المقاومة من هذه الاستقطابات ومن كيفية ويقوف من العملية السياسية طيب الآن في لجان المقاومة هي دعم للانقلاب وعند تمكن تكونوا شفتوها على مستوى الإعلام الاستقطابة التي تتكلمت أنه أستاذ نزارفي أنه هو داعة لإنسقاط العملية السياسية لجان المقاومة من خمسة شركتور هنا في يناير سعينا لتكوين ميساق الآن هناك ميساقين هناك ميساق تأسس سلطة الشعب وهذا المنتوج الذي شاركت فوقه وموقع عليه 16 تنسيقية داخل ولاية الخرطوم وفي الميساق الثوري لتأسس سلطة الشعب الميساق الثوري يدعي لتغيير جزري واضح للناس أنه موقفه من موقف الجزريين أو موقف تحالف العزب الشيوعي هذا واضح هذا عنده شعار ويتكلم عن إسقاط العملية السياسية ويتكلم عن أن الناس الأقل العملية السياسية هم موطط ناعم ودي تأسسوية سياسية وكذا لكن التنسيقيات والمجموعات والأعضاء التي قدمت ميساق تأسس سلطة الشعب والميساق التي طرحناها كالجام وقام على مستوى الولايات الخرطوم لتنسيقيات الولايات لقى تأييد واسع جدا وحتى الميساق التي طرحناها وللقوى السياسية الفكرة الأساسية في بيثاق في تأسس الشعب ما أنا داير أوضيك الصراع هذا هو مصر على الاستقطاب هذا حاصل فعليا في تنظيمة سياسية محترمة عند أعضاء قاعدين جوى لجال المقاومة لكن ما قاعدين يمروا جندة أحزابهم وفي أعضاء أو كوادر بتاع القوى السياسية قاعدين على مستوى لجال المقاومة ويجدوها لصالح مشاريعهم الفكرية لصالح حزابهم السياسية ديال تلغائيا هم بالصاقة لأن الدور الحقيقي لجال المقاومة نحن حراس للتحول المدنى الديمقراطي حراس للديمقراطية نحن كتبنا قلنا إنه كتب علينا أن نكون الجيل الذي ينهي الإنقلابات العسكرية داخل الدولة السودانية الآن واحدة من حاجاتنا نحن نفكر فيها نقوي منظوماتنا السياسية مش نضعف التنظيمات السياسية عشان يكون فيه ركايز بتاعة منافسة دموقراطية حقيقية إذا جاءت أي انتخابات نقوي منظوماتنا السياسية لكن ده برضو بيحتاج أن التنظيمات السياسية تنظر للثورة بفعل إيجابي الثورة بتاعة الشباب والجيل المرق الثورة وبقدم التضحيات الجسام اللي شايفيننا النازي كلها هو جيل واعي جدا إذا كان في زول بتكلم منه رجال المقاومة دي هم مضطرفين في الفعل السوري هم ما واعين هذا كلام سائل كلام ده ما حاصل رجال المقاومة يا أصغر زول فيها عنده فعل واعي ونحن قاعدين نعمل ورش وقاعدين ناحض ورش نحن ما شيئنا الآن بنتناول في ورش قانونية بنعمل في ورش قانونية ونوعي كل أعضاء رجال المقاومة بالقانون السوداني الآن نحن وصلنا لمرحلة وطلعنا في بياننا الأخيرة اللول مبارح أنه نحن مئة وثلاثين نقانون وغشلنا نبيا أنه مئة وثلاثين دي بتحاكم الزول القتل ما شئنا للمادة مئة ستة وتمانين التي هي المادة ستة وتمانين التي تعني الجرائم بالضل الإنسانية لكذا الليلة إذا أنت متابع لآخر بيان أعلننا فوق الجدل بتاع فبراير نتكلمنا عن مئة ستة وتمانين المادة مئة ستة وتمانين الفرق بين وبينا مئة وثلاثين مئة وثلاثين غتل عم معروفة بتحاسب الزول القتل يعني لا تحاسب الزول الأمر بالغتل لكن مئة ستة وتمانين التي جنونا فسرنا مع الغانوين وإننا شغلنا مع الجان المقاومة اكتشفنا ودوعي نحن نرفع فيه داخل قواعد المقاومة إنه مئة ستة وتمانين هي جرائم ضد الإنسانية جرائم ضد المدنيين بتحاسب الزول القتل والزول الأمر والزول الساهم دي ما فيها إفلات من الإقاط المادة مئة ستة وتمانين ومعشين مستمرين في وعينا حتى إذا هناك تنظيمات سياسية الآن القاعدين في مصر الشارك وفي الورشة أو حركات بتعكفاح مسلح بغد النظر أن التاريخ يحاسبهم أو المجتمعات هم السلوى تحاكم أو تحاسب ألا إنهم التاريخ بسجل أنهم شاركوا في سلطة انقلابية قتلت الشعب السوداني بعد 25 أكتوبر على مستوى الشوارع والطرغات ومدنيون عزل صغار وكبار وأطفال ونساء وبنات تجاوز عددهم المئة وعشرين منتصر تفرعات عديدة للجان المقاومة وفي ظل نشاط في الخرطوم والطاهرة ألا تخشون أن يتجاوزكم القطار لا بالعكس نحن فعلنا السور مستمر وما نفتكر لكالجان المقاومة أن المسألة بتاعت السودان هو قطار وفاتنة لا هو القطار داعشان نمج ذاته محتاج لسك حديث دغرية وسك حديث سابتة ليس القطار يمشي في لف يطلع بره منها نحن كالجان المقاومة ما يدور في القاهرة ما معنى نحن وما نقتنع ورأينا فيه واضح أن كل الناس الذين هناك هم انقلابين ومشاركين الانقلاب وحتى الناس الذين لم يكنوا في انقلاب هم شركاء النظام المبادئ نصلاح ما في الورشة هنا كنت أطحين هنا لا يزد المطمر الوطني في الورشة القاهرة وهذه صنيعة لكن نحن على قناعة تامة بأن البرهان الذي انقلب على الوسيقى الدستورية والذين انقلب على الاستورة السودانية انه ما حيسلم السلطة بطريقة سلسة زي ما يدل في العملية السياسية تكفينا شر اراغة دماء الشعب السوداني من قبل ابناء في القوات المسلحة مرة تانية ده برضو انا دار اعرج له نقطة انه القالبية ترى العالم يشوف انه اللجانة المقاومة دي هي ضد العساكر لا نحن ما ضد المؤسسة العسكرية نحن ضد الحكم العسكري اصله لا ضد المؤسسة العسكرية لا ضد العساكر لكن ضد الحكم العسكري وتاني ما حنسمح انه يقوم حكم عسكري وحكمنا الانقلاب ده خصل الخمسة عشرين اكتوبر اليوم اللي لا ما في حكومة حصلة في البلد دي مش لانه البرهام ما داير او في ناس بقول برهام ما داير او هو بيتكلم انه انا ما دار شكل حكومة ما يقدر شكل حكومة مدنية وما في زول بيقبل يجي في حكومة مدنية الانا جبريل دال وقاعدين بس بيموجب بالسلام جميل استاذ عبدالجليل اقيمة ورشة اتفاقية السلام في ظل القضايا الخمسة العالقة في المرحلة السياسية والتي ابتدرت بلجنة التفكيك اذا حدثنا عن النسب كم حجم المشاركين غير الموقعين في الاتفاق الاطاري في الورشة تحديدا طيب قبل ما اجيب على هذا السؤال دعني اقول قرامشي بقول القديم يحتضر والجديد لم يولد بعض وفي هذا الفاصل المداري توفص فص هرامرات كثيرة متنوعة العاغل من يتجنب او يتحسن ضدها انا عايز اقول بشكل واضح ان احنا وقعنا على الاتفاق الايطاري بما في ذلك المكون العسكري والمكون العسكري متفق معنا على اطراف هذا الاتفاق والهدف من هذا الاتفاق هو التحول المدني الديمقراطي الكامل الان في مكون في جزء من المكون العسكري نقولها بصراحة واضح جدا وضاعم وملتزم بما وقع عليه لكن بعد اخواننا في المكون العسكري لما تشوف كلامهم يعني بتلقى فيه المثل يعني الواحد تلقاه جاري مع الصيط وبطارد مع الكلاب ده ما بنفع نحن ملتزمين بهذا الاتفاق الايطاري ومن ينقص فإنما ينقص على نفسه اي زول اي زول من القوة دي بيجي بأي تتحول المدني الديمقراطي وهذا الخط نحن منفتحين عليه لأنه بنفتكر ان السودان ده محتاج لكل ابناء يشاركوا في بناءه صحيح مرحلة انتقالية عندها ترتيبات محددة لكن المشاركة في قصة الدناء السوداندي مفتوحة لأي زول سوداني وطني قيور على مصلحه لكن ما في نكوس عن التحول المدني الديمقراطي الكامل دايرا أقول انه الورشة ستين في المية مدنا لغير الموقعين على الاتفاق الإطاري واربعين في المية مدنا للموقعين في الاتفاق الإطاري عشان كده المشاركين الوربع مية وخمسين معظم من قير الموقعين على الاتفاق الإطاري لأنه نحن نفكر ان السلام يعني قضية بتهم اي انسان في المنطقة والسلام لا بد انه لانه الهدف من الورشة هو خلق الدعم السياسي والشعبي لاتفاقية السلام عشان نكمل السلام وعشان السلام ده يتحول لسلام شامل ودائم ومستدام طيب أستاذ عبدالجليل هل هناك اي اتصالات او اي موافقة مبدئية من عبدالواحد وعبدالعزيز الحلو حول مخرجات هذه الورشة التي يقيمت بقاعة الصداقة لم تسلم المخرجات الآن ولكنهم تحدثوا حديث ايجابي جدا يعني عبدالعزيز اعلن بانه هو حيط عاطم ايجابيا مع اي حكومة مدنية ذات مزداغية بالاضافة لإعلانه من وقف اطلاق النار وعبدالواحد يتكلم عن انه هو مع اي حوار سوداني سوداني يقام داخل السودان فأفتكر انه دي اشارات ايجابية جدا وهم ابناء السودان وابناء الوطن وبالتالي يعني انا بفتكر انه اي تمن يدفع في السلام بفتكر انه يعني رخيص جدا مقابل الخصائر بتاعة الحرب ولذلك انا بفتكر انه دي مواقف ايجابية جدا وسوف نسعى للتواصل معهم من اجل اكمال السلام حتى ينعم الشعب السوداني بالاستقرار والنماء والتنمية كيف نفهم حديث الفريقة والعبد الفتاح البرهام مؤخرا بان تكون جميع القوى السياسية ضمن الاتفاق الاطاري عدى المؤتمر الوطني مع انكم تتحدثون عن قوى ثورة وقوى انتقال ديمقراطي في الاتفاق الاطاري ويطرون بان هذا يقرأ للعملية السياسية انا اعتقد انه هو يعلم جيدا هو وقع على الاتفاق الاطاري ووقع على وسيقة اطراف الاتفاق الاطاري ولذلك ان احنا قوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي لن تكون جزء من الاتفاق الاطاري لانه الخلاف اصلا حول المواقف مواقف الناس الدعمين للانقلاب ومواقف الناس المبنية على الوسيقى القديمة بينادوا بشراكة العسكر مرة اخرى دين اصلا ما موجودين ولذلك ده كلام حقيقة حمال اوجه وينبغي يعني للبرهان نفسه ان يقدم خطاب واضح جدا منتزم بالاتفاق الاطاري منتزم بالاتفاق الاطاري ومنتزم بايحوده عشان نقدر نوجود البلد دي لقدامه لكن لا ما زي ما قلتلك الكلام بتاع انك انت تجدي يعني هو بيقول كلام كأنما تنصر عن الاتفاق الاطاري واحيانا يجي اعتزر وده الكلام اللي قلت ذاته كلام انك يفهم بانك تجري مع الصيد وتطارد مع الكلام ده ما بفعل دادا دادا والسياسة الآن الشعب السوداني واعي جدا محتاج لشفافية ووضوح نحن من جانبنا منتزمين بالاتفاق الاطاري ونسوقه لغاية نوصله نهاياته عشان احصل الاستقرار في المرحلة الانتقالية نتوجه بانتخابات حرة نزيهة وبعد ذلك نعنده بخور بالجم جميل منتصر التطورات في مشهد لجان المقاومة تشير الى تشتت الجهود داخل لجان المقاومة هل دخلتم في اي حوار مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق الاطاري؟ نحن التغينا مع الحرية والتغيير المجلس المركزي واجتمعنا معاهم ما بعد التظاهر السياسية وما بعد الطرح الوسيقى الدستورية من قبل اللينة السرية لقابة المحامين وايضا التغينا معاهم والتغينا مع الاليه السلاسية ومع اليوني تامس وكيدا نحن قلنا كلامنا للحرية والتغيير المجلس المركزي في انه انتو تنظيمات سياسية وانتو مزولين سياسيا البلد في هذه المسياسية نحن لجاء مقاومة والفعل استوردة مقاومة الانقلاب على مستوى الشارع ده حقنا نحن وبمشاركتكم اتوا بيدعمكم اتوا بمساندتكم للشارع نحن عارفين انه قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي هي اللي تم الانقلاب عليها من البرهان وعندها شهده في في الشارع لكن برضو في نقاط نحن قلنا نقاط سابتة للحرية والتغيير الناس ما تستعجل في اتخاذ القطوات السياسية البلد دي بغض النظر عن فوق هزيمة سياسية فوق تدخلات خارجية كبيرة جدا اما يتكلموا عن قوى السورة ويتكلموا عن المجتمع الدولي ويتكلموا عن الداعمين وال tadi دخلوا بها المعتمر الشعبي دخلوا بها انصار السنة دخلوا بها النحز الى الاتحاد الديمقراطي الاصل المثلاة بغض النظر عن موقف الحسن أو ابراهيم المرقني لكن يظلوا انهم الان هم داخل حزب الاتحاد الديمقراطي الاصل بقيادة مولانا عمد اسمان المرقني ومولانا زاته لمنجا وجه السودان لكي نكون واضحين لكي نعطل العملية السياسية التي تسهب بالعساكر للسكنات لكن منتصر في ظل هذا الحديث أنتم كالجاوم مقاومة لم تعلنوا موقف واضح من العملية السياسية باعتبار أنكم مقاومة أم ضد العملية السياسية علننا موقف علننا موقف واضح بالأمس أو لمس وقبل شهر علننا موقف بعد التوقيع الإطاري في ديسمبر في أن العملية السياسية هي إذا تسهب بالعساكر نحن قلنا تسهب بالعساكر للسكنات لا لدينا مشكلة تحاسب مرتكبين الجرائم لا لدينا مشكلة تحقق العدالة لأسر الضحايا ولأسر الشهداء لا لدينا مشكلة تعمل على دعم التحول المدني الديمقراطي لا لدينا مشكلة تجعل مرتكزات السورة هي الأساس للمرحلة الانتقالية الحرية والسلام والعدالة لا لدينا مشكلة الهدف واحد تختلف الآليات والوسائل في الوصول للهدف لكن قبل شوية في بداية الحلقة قلت أنه أنتو ما علنت موقف واضح من العملية السياسية يعني أنتو لا مؤيدين للعملية السياسية ولا رافدين أنتو الآن ماخدين موقف وسط ولديكم هدف وحيد في هذه المرحلة وهو مسألة تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية كيف يمكن الوصول إلى هذا دون الوصول إلى حكومة مدنية كاملة وأنتم لم تروا أن الدعم إلى المرحلة التي نحن مش معللنا الدعم نحن المعللنا ومشاركتنا في العملية السياسية لكن نحن عللنا أن نحن كالتنسيقيات لحجال المقاومة دعمين للعملية السياسية التي تفضي لإنهاء الانقلاب شرطنا ثلاثة حاجات تقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم تشكيل حكومة مدنية دموقراطية كاملة اتكلمنا التفاصيل الثالثة في هياكل السلطة المدنية قلنا إذا في حكومة جاية بعد إنهاء العملية الانقلابية القعدة الأساس فيها يجب أن يكون البرلمان والمجلس التشريعي المجلس التشريعي القوة الموقعة للعملية السياسية الآن لا يمكن لها ولا بتقدر إنه تتجاوز لجان المقاومة وتسمي مجلس تشريعي بدون لجان المقاومة يكونوا قاعدين فيه أنا في المرحلة ذلك حالي كتنسيقية ما شايف إنه تنصل من لجان المقاومة من المسؤولية في حال فشل القوة المدنية في تحقيق الهداف التي أرادت تحقيق لجان المقاومة مثلا في العدالة أن تخلي مسؤوليتها من عدم المشاركة لأنه قبل شوية نحن ما أعلننا مشاركتنا ولكن أعلننا دعمنا طيب الكلام ده هو حاصل يعني زي ما السؤال أنت سألته سؤال وجهزاته يوضح للشارع السوداني ولقوى السورة وللسوار في الشارع إنه نحن كالجان المقاومة قاعدين نعمل موقفنا ضبابي وما واضح من العملية السياسية بطريقة شفافة نحن ما منقدر نوقف الحراك السوري على مستوى الشارع تجربتنا مع العساكر من الاعتصام ليس نفصلنا لقناعة لأننا لا نسق فيهم حقيقة لا نسق في العساكر الشارع إذا مات العساكر مثل خطاب برهان اللاقر حتى بكباشر لأول مبالح سيتراجعوا عن العملية السياسية ويشرطوا يقولوا نحن لا يمكن نسلم البلد ولا نسلم حكومة لدستور موقع عشرة نفار ضرورة كل المكونات تكون في العملية السياسية مع هذا المؤتمر الوطني هل مكونات كلها منه ده السؤال مكونات كلها منه مع هذا المؤتمر الوطني في مكونات ثورة يتحددت في العملية السياسية في مكونات ثورة الشارع السودان عارفة في مكونات ثورة حتى المجتمع الدولي والإقليمي الداعم للعملية السياسية بالكلام الكبير ده عارف انه قوى السورة مقوناتها الثانية المتمر الوطني عنده وجهه كثيرة جدا سواء كان مبادرة الشخ الطيبة جدا ناس أردول ديل حاليا ناس مباركة الفاضل ناس تجان السيسي مجموعات كبيرة جدا الآن يا أخي المتمر الوطني يتكلم في الساحات وأنز عمر بهدد في الشعب السودان وبسمي النازي العبيد المزألة دي ما سايد بإيحاء من المكون العسكري طيب لحظة لحظة نوضح النقاط بكلامك ده ما بتعتقد بأنه هو وقف لمسألة تقارب وجهات النظر ما بين الفرقاء السياسيين باعتبار أن ما ينادي به الجانب الآخر المكونات في الكثرة الديمقراطية تعتقد بأن هذا إعادة وتكريل للتجربة الأولى والانفلاد بالسلطة من قبل مجموعة محددة طيب نحن شايفين شنو الكثرة الديمقراطية أجندتها طبعا واضح الحرية والتغيير لمن ساعد هي ما ساعد بركة حرية التغيير نحن قادرنا نفهم الحاجة دي هي جات لمن المحامين اللجنة السياسيين نقابة المحامين والمحامين دي الفهم محامين الطواري نحن بالنسبة لنحن الطواري في لجاء المقاومة خط الدفاع الأول عملوا حاجة اسمها دستور أو مشروع دستور انتغالي دير البلد الدستور ده أغنع مجموعات كبيرة جدا لكن المجموعات بما نحن اللجاء المقاومة الدستور ده قعدنا مع اللجنة بتاعتهم لجنة السياقة ولجنة التعديلات وأديناهم بإضافاتنا وهم شاولوا في الدستور ده كمية مواد مما طرحناه نحن في المساق بتاعت السلطة الشعب الكتلة الديمقراطية إلى الآن بتتكلم عن أنه ضرورة العسكر يكونوا قاعدين الوسيقى التي تم الانقلاب عليه في 25 أكتوبر تكون قاعدة لأن ماحة رصنع للتحول المدينة الديمقراطية وماحة يجي يوم يدعم التحول المدينة الديمقراطية لأنه ما بعد السورة بتاعت ديسمبر المجيد والوصول للاحتصام ويختلاء حتى نظام ديكتاتوري على مستو إفريقيا البشير بيكل أجهزته المختلفة كان الدعم السريع معاه جهاز الأمن الشرطة الشعبية الأمن الشعبي الأمن الطلابي الشرطة الجيش السورة تصل للاحتصام وتعتصام اللي عندي ما يتمز قاتل النظام ثاني بعدها يستحالي يكون في زول بيقول لك أنا ما دير دمقراطية أو أنا حيكون مع حكم دي في نقطة هنا فيها لبس أنا دار أوضيحها بس أخذ من زمنك أقل من 30 ثانية للأمانة والتاريخ نحن في لجان المقاومة الحرية والتغيير وقف الحراك في الشارع ما قلت هنا كلم تزيدا نحن تتغي به وقلت أعضاء وقلت أغادات وقلت أغادات وقلت أغادات سياسينا ما حصل قلت لنا وقف الحراك في الشارع لكي تم ترميها عملية سياسية كذلك لن نحن قالو لنا جميل أستاذ عبدالجليل هناك زيارة لست مبعوثين دوليين سيكونون في سودان يوم الأربعاء المقبل هل تتوقع أن تحدث هذه الزيارة اختراق إيجابي لصالح اتفاق السوداني وبالتالي تقنع من ناوي واجبريل بالانضمام إلى ركب الاتفاق الإطاري قبل أن أجواب على السؤال هذا أنا دايير أقول حقائق محددة سريعاً عشان نحن في نهاية الحلقة نهاية الحلقة أنه أننا الحرية والتغيير الآن هي جزء من القوى الموقعة للاتفاق الإطاري وبالتالي أننا لا أقصينا زول البقسيك هو موقفك هل أنت مع التحول المدني الديمقراطي وضد الشراكة العسكر في السلطة هذا الموقف البحدد أنت ستكون ضمن الاتفاق الإطاري أو مضي من الاتفاق الإطاري الحاجة الثانية التسرع فينا هل تقول لنا أنتم مسترعين أننا نسترع لأن السودان الآن وجد تحديات سياسية أمنية لحياة واقفة المواطن بعالي لا بد من أنه تشكل حكومة فيما يختز بسؤالك أننا أي دور في تدخل حميد وفي تدخل خبيس أي دور للمجتمع الدولي في إطار دعم إرادة الشعب السوداني أننا معاهم إذا هؤلاء الناس جايين على أساس أن يدفعوا بالعملية السياسية ويدفعوا بالاتفاق الإطاري في الإطار دعا لو أقنعوا جبريل ومناوي يجوا المسألة دي أننا حقيقة سنرحب بهذه المسألة لأنه أصلا أننا جزء من الأسرة الدولية وبالتالي أي دعم للعملية السياسية عشان تبلغ سدرة منتها أننا نكون دعمين لهم ونكون شاكريا لهم زي ما حصل في تدخل خبيس لتعطيل إرادة الشعب السوداني وفي تدخل حميد لدعم إرادة الشعب السوداني لك الشكر الجزيلة الأستاذ عبد الجليل الباشا رئيس لجنة السلام بالحرية والتغيير المجلس المركزي كنت ضيف عزيز علينا في أجندة الساعة كتر خيرك شكرا لك الشكرا لك أيضا الأستاذ منتصر شرميطي عضو لجان المقاومة نورتنا في أجندة الساعة شكرا جزيلا أسلام أستنزار وشكرا لكم على تاحة هذه الفرصة لا نلتغي في ساحات وطن حر دموقراطي أسعى الجميع لكم أنتم أيضا السادة والسيدات المشاهدين الشكر الجزيل لمتابعة هذه الحلقة من أجندة الساعة الأمنيات دائما بأن يكون هذا الوطن حر ومعافى وأن تلاقى في ساحات ترتق فيها جراح الوطن وتلتم فيها جموع الشعب السوداني على المحبة والخير والسلام تحياتي وتحايا فريق العمل في أمان الله مع السلام اشتركوا في القناة